اشتركوا في القناة المفرد المفرد هو ما يدل على الواحد او الواحدة يعني بتكلم عن ولد او بنت شخص واحد سواء كان مذكر او مؤنس المسنى المسنى هو ما يدل على اثنين او اثنتين يبقى انا بتكلم عن ولدين او عن بنتين الجمع هو ما يدل على اقصر من اثنين او اثنتين يعني بتكلم عن اكتر من ولدين او اكتر من بنتين سواء بقى كان ثلاثة اربعة خمسة لكن اكتر من بنتين او ولدين اكتر من اثنين يبقى جمع طيب هنتعرف على كل حاجة فيهم بالتفصيل يلا بينا نتعرف على اول حاجة المفرد المفرد هو كل كلمة تدل على واحد وهو يسمى مفرد مذكر او واحدة ويسمى مفرد مؤنس المفرد المذكر هو ما يدل على واحد او كل كلمة ليست اخر هتاء مربوطة زي تلميذ معلم فلاح هذه الكلمات تدل على المفرد المذكر يعني ايه مفرد مذكر يعني واحد فقط واحد مذكر فقط ولد واحد فقط تمام اما المفرد المؤنس هو كل كلمة تدل على واحدة او كلمة اخر هتاء مربوطة ده معناه ان التاء المربوطة صديقة المؤنس زي كلمة تلميذة لو لاحظنا هنا تلميذ مذكر المؤنس بتاعها تلميذة يبقى انا عملتي ايه عشان احول من المذكر لمؤنس يدوبك ضفت التاء المربوطة معلم معلمة فلاح فلاحة يبقى انا عشان احول من المفرد مذكر لمفرد مؤنس بضيف تاء مربوطة على الاسماء يبقى تضاف التاء المربوطة لتمييز المؤنس من المذكر في بعض الاسماء تمام طب تعالوا كده نشوف مثل ونحول من المذكر لمؤنس لو جالي جملة زي دي وقال لي هذا طالب مهزب هذا طالب مهزب طيب انا عايز احول الجملة دي هذا طالب مهزب الى مؤنس الى مؤنس تعالوا كده نشوف هنحولها ازاي هذا تبقى هذه طالب هحطت لها التاء المربوطة طالبة يبقى انا ما عملتش حالة زي ان اضفت ايه تاء مربوطة يبقى اضفت تاء مربوطة عشان ايه علشان احول من المذكر الى مؤنس مهزبة يبقى انا حولت من مهزب لمهزبة دي ادوب اكتفت الايه التاء المربوطة يبقى تضاف التاء المربوطة لتمييز المؤنس من المذكر تعالوا نشوف كده مثل تاني المثل التاني الطبيب ماهر الطبيب ماهر الطبيب ماهر عايز احولها ليه مؤنس يلا بينا انا هعمل ايه نفتكر الاسماء بضيف عليها ايه تاء مربوطة يبقى هقول الطبيب ودي ضفت تاء مربوطة هي ماهرة ودي ضفت تاء مربوطة هي يبقى عشان احاول من المفرد مذكر الى مفرد مؤنس ما بعملش حاجة غير ان انا بضيف تاء مربوطة على الاسماء طيب يلا نشوف مع بعض النوع التاني من الكلمة المسنة المسنة هو مدلة على اثنتين او اثنين الاثنين يعني مسنة مذقرة بقى بتكلم عن ولدين اما اثنتين هو المسنة المؤنسة بقى بتكلم عن بنتين طيب تعالوا كده نشوف ايه هو المسنة المذكر المسنة المذكر بيتم اضافة الف ونون او ياء ونون على المفرد اضافة الف ونون او ياء ونون يعني بضيف على الكلمة مش بغيرها في حيث ان انا لو شلت الالف ونون او الياء ونون برجعتين للمفرد تمام يبقى المسنة هو اضافة الف ونون او ياء ونون على المفرد زي ايه مثلا زي باب باب ده مفرد مذكر لما اجي حولها لمسنة هضيف لسه ايه هضيف ايه هضيف على الكلمة الف ونون تبقى بابين او اضيف ياء ونون تبقى بابين طب تعالوا نشوف مثال تاني تلميذ انا عايزة احول الكلمة دي من مفرد مذكر لمسنة مذكر هعمل ايه ها انا قلت هعمل ايه مش هعمل حاجة غير ان انا بضيف عليها شفتوا الكلمة ماشية هي ماشية ماشية زي ما هي تلميذين طب اضيف ياء ونون تلميذين تمام طيب تعالوا كده نشوف مع بعضنا المسنة المؤنس المسنة المؤنس برضو بتكلم عن بنتين وبرضو هضيف عليها الف ونون بس لازم ناخد بالنا يا سنة ربعة ان المفرد المؤنس المفرد المؤنس اخره تاق مربوطة يبقى انا هعمل ايه في التاق المربوطة دي يا ميس هضيف ازاي الالف ونون او الياء ونون ايوه هضيف الالف ونون والياء ونون بعد ما افتح التاق المربوطة يعني مثلا لما تجيلي كلمة فيها تاق مربوطة زي قطة اعمل ايه افتح التاق المربوطة عايز احولها من مفرد مؤنس ليه مسنة مؤنس هفتح التاق المربوطة وضيف الالف ونون يبقى قطتين او افتح التاق المربوطة وضيف الياء ونون تبقى قطتين طيب تعالوا نشوفوا مسأل تاني معلمة عايز احولها من مفرد مؤنس ليه مسنة مؤنس نفس الحكاية معلمة اخيرها تاق مربوطة هعمل ايه برافو سامعيك هنفتح التاق المربوطة وضيف الالف ونون تبقى معلمتين او افتح التاق المربوطة وضيف ياء ونون تبقى معلمتين طب امتى يا ميس احط الالف ونون وامتى احط الياء ونون دي هنعرفها ان شاء الله لما نكبر السنة الجاية لكن حاليا احنا بنضيف الالف ونون بس يا سنة ربعة تمام طيب دلوقتي ده المسنة وعرفنا ان المسنة عندنا مسنة مذكر ومسنة مؤنس تعالوا بقى نشوف النوع الثالث وهو الجمع 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 سنة ربعة عندنا انواع من الجموع انواع كتيرة من الجموع اول جمع هنتكلم عليه جمع المذكر السالم ايه جمع المذكر السالم ده؟ ده جمع خاص بالذكور جمع خاص بالذكور يبقى جمع المذكر السالم هو جمع خاص بالذكور طيب بنعمل ايه بقى في جمع المذكر السالم؟ لو عندي جمع عايز احول من مفرد لجمع مذكر من مفرد مذكر لجمع مذكر في الاسماء بضيف وونون او يا ونون يبقى لما باجي حول من مفرد مذكر لجمع مذكر بضيف وونون او يا ونون طيب زي المهندس أنا سنة ربعة بضيف على الكلمة مش بغير الكلمة يعني برضو هرجع تاني وأقول الإضافة يعني أنا لو شلت الإضافة لأنا حطتها دي هرجع تاني للمفرد زي المهندس هضيف عليها وو ونون تبقى المهندسون أو أضيف يا ونون تبقى المهندسين تمام؟ يعني أنا لو شلت الو ونون هرجع للمفرد تاني لو شلت الو ونون هرجع للمفرد تاني بقى ده جمع المذكر السلي طب تعالوا نشوف الأفعال الفعل المضارع برضو هضيف عليه وو ونون تمام؟ على الفعل زي ايه؟ تعالوا كده نشوف المثل الفلاح يزرع الأرض الفلاح يزرع أرض تعالوا كده نحول الجملة بتاعتي من مفرد مذكر الفلاح ده مذكر نحوله من مفرد مذكر لجمع مذكر الفلاح يزرع الأرض شوف أنا بعمل ايه؟ أنا جايت بالكم الكلمة هي أنا هضيف بس الفلاح برافو الفلاحون طب ليه يا ميس ما ضفتش يا ونون؟ لأ انت مقرر عليك دلوقت انك تضيف وو ونون وبعدين لما تطلع ان شاء الله السنة الجاية هتعرف امتى هتحط الياء والنون يبقى هقول الفلاحون ها الفعل المدارة بحط له ايه؟ لسه ايلة وهو نون يبقى ايه؟ يزرعون الأرض يبقى كده ده اول جمع من الجموع وهو جمع المذكر السالم تعالوا نشوف النوع التاني من انواع الجموع جمع المؤنس السالم جمع المؤنس السالم هو جمع خاص بالإنيس تمام؟ جمع خاص بالإنيس طيب اعمل ايه بقى في جمع المؤنس السالم؟ ازاي احاول من مفرد مؤنس لجمع مؤنس؟ بيتم اضافة الف وتاء على المفرد يعني الكلمة اخرها تاء مربوطة بشيل التاء المربوطة واحذفها وحط ايه؟ ألف وتاء طب تعالوا كده نشوف مثلا المهندسة هعمل ايه؟ هحط خط تحت التاء المربوطة اهي التاء المربوطة قلنا ايه؟ علامة من علامات ايه؟ المفرد المؤنس هشيل التاء المربوطة وحط ايه بقى؟ بروفو عليكم هشيل التاء المربوطة وحط ألف وتاء تبقى المهندسات تمام؟ طيب نشوف مثلتين معلمة تعالوا يلا برافو سمعيك حطي خط ياميس تحت التاق المربوطة دي التاق المربوطة دي علامة من علامات المفرد المؤنس تعال بقى هنشيل التاق المربوطة وحط بدلها ألف وتاق تبقى معلمات يبقى أنا كده حولت من مفرد مؤنس لجمع مؤنس ومنتهى البساطة بشيل التاق المربوطة وحط ألف وتاق تبقى تحولت لجمع مؤنس سالم تعالوا نشوف الأفعال الأفعال هضيف عليها فعل مضارع هضيف عليه نون النسوة يعني مثلا لو جات لي جملة كده المعلمة تشرح الدرس المعلمة تشرح الدرس تعالوا كده نحولها من مفرد مؤنس لجمع مؤنس تعالوا هعمل ايه؟ هشيل التاق المربوطة برافو تبقى المعلمات برافو طيب تشرح هتبقى هحط نون النسوة تبقى تشرح نشاطرين يبقى كده أنا أخدت تحويل المفرد من مفرد مذكر إلى جمع مذكر واخدنا كمان من مفرد مؤنس لجمع مؤنس لكن في عندنا نوع الثالث من أنواع الجموع لا يطبق عليه جمع قاعدة جمع المذكر السالم ولا يطبق عليه جمع قاعدة جمع المؤنس السالم زي ايه؟ أو نوع ايه ده من أنواع الجموع اللي ما بتطبقش عليه هذه القواعد تعالوا نشوف عندنا جمع التكسير ايه ده؟ من اسمه يا سنة ربع لازم تعرف أن انت بتكسر الكلمة يعني بكسر المفرد بتاعها وحولها وغير شكلها يعني لا يضاف إليه لألف وتاء ولا وونون زي ايه؟ يبقى هو جمع يتحول المفرد إلى جمع بدون إضافة أي شيء يعني ما بضيفش عليه أي حاجة اي يتم تكسير المفرد ويتغير شكله تمام؟ يبقى ما بضيفش عليه احنا قاعدين قبل كده يعني ايه أضيف؟ يعني لو أنا شلت الإضافة هرجع للمفرد لكن جمع التكسير لا جمع التكسير بيتغير شكله كله على بعضه وما بضيفش عليه حاجة زي ايه؟ زي كلمة منزل منازل شفتوا أنا ما ضفتش عليه حاجة أنا غيرت الكلمة كلها مقصرتها وغيرتها ما ضفتش حاجة يعني مش هقدر أشيل حاجة عشان يرجع تاني للمفرد زي كلمة تلميذ تلاميذ كلمة طبيب أطباء يبقى كده عندنا أنواع الجموع احنا خدنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم وجمع التكسير وهو جمع لا يطبق عليه قاعدة المذكر السالم ولا قاعدة المؤنس السالم طيب تعالوا كده نشوف شكل الأسئلة أو اللي ممكن تجيلي في الامتحان هيجيلي يقول لي حول الجمل الآتية من مفرد إلى مثنة مرة وإلى جمع مرة أخرى يبقى أنا دلوقتي عندي شكل الأسئلة بتاعتي أو شكل أو شكل معين من أشكال الأسئلة التحويل وده بيبقى تقريبا أسهل شكل هذا ولد مهزم عايزني أحول الجملة دي لمثنة مرة وجمع مرة طيب المثنة مش محتاجة أعرف ده مسنة مذكر ولا مسنة مؤنس ركزوا لإني كده كده الجملة بتبقى واضحة أن أنا بضيف عليها ألف ونون تمام؟ فهتبقى هذا هزين ولد ولدين مهزب مهزبين يبقى أنا عملت إيه أنا ضفت ألف ونون فقط على الكلمة تمام؟ تعالوا نشوف الجمع أنا هنا محتاجة أعرف أنواع الجمع هنا إيه يا ترى أنا بتكلم عن مذكر ولا مؤنس مذكر يبقى المذكر يا سنة ربع أركز كده وامسح كل حاجة في دماغي وافتكر جمع المذكر أنا بضيف إيه يا سنة ربع على جمع المذكر بضيف ونون بس ركز قوي وخلي بالك إن في بعض الكلمات التي لا نستطيع أن نضيف عليها ألف ونون يعني ما ينفعش أحط عليها وو ونون هتغير معنية فمثلا هذا هتبقى هؤلاء هو ده ولد مذكر يبقى مفرد المذكر عايزة أحاول المذكر جمع مذكر أضيف ونون ينفع أقول ولدون لا ما ينفعش يبقى ده جمع إيه سمعيك برافو جمع تكسير يبقى هؤلاء أولاد برافو برافو طب مهذب مهذب ده اسم ينفع أقول مهذبون آه ينفع يميس يبقى أقول هؤلاء أولاد مهذبون طيب تعالوا نشوف آآ الجملة التانية الجملة التانية جملة إيه برافو مفرد مؤنس مفرد مؤنس تعالوا كده نحولها لمسنة هي ده ضمير غائب يا ترى المسنة بتاع الضمير غائب هي هتبقى إيه هما معلمة هتبقى ركز معي أنا بحاول ليه مسنة قلنا نعمل إيه في التاء المربوطة نفتحها ونضيف عليها أليف ونون يبقى هما معلمتين ماهرتين برافو تعالوا كده نشوف الجملة الجملة هي يا ترى جملة هي في ضمير الغائب إيه هنا برافو معلمة أنا قلت نعمل إيه في التاء ركز التاء في الجملة المؤنس بشيلها وحط أليف تاء يبقى إيه معلمات ماهرة هتبقى ماهرت تمام طيب هنا هزا كتاب مفيد الجملة دي ايه سنة رابعة الجملة دي مفرد مذكر برافو طيب هزا هتبقى في المسنة هزين كتاب هتبقى كتابين مفيد هتبقى مفيدين لكن لما باجي حول بقى جملة زي دي لجمع ركز أو إن الجملة دي بتكلم عن الكتاب هل الكتاب ده عاقل أم غير عاقل؟ ها غير عاقل برافو يبقى هعمل إيه في الغير عاقل؟ أول حاجة هعملها أجمع كلمة كتاب تبقى كتب طيب وبقيت الجملة هعمل فيها ايه؟ بقيت الجملة تعامل معاملة المفرد المؤنس تبقى هذا هتبقى هذه ومفيدة هتبقى أو مفيد هتبقى مفيدة يبقى هذه كتب مفيدة يبقى أنا كده غيرت كلمة كتاب وخلتها جمع لكن بقيت الجملة تعامل معاملة المفرد المؤنس يبقى الجمع الغير عاقل يعامل معاملة المفرد المؤنس وبكده يا سنة ربعة احنا اخدنا تحويل المفرد الى المسنة والمفرد الى جمع واخدنا انواع الجموع وعرفنا الجمع العاقل انه جمع يعامل معاملة المفرد المؤنس يعني بغير بس الكلمة الغير عاقلة الى جمع وبقيت الجملة مفرد مؤنس كأني بتكلم مع بنت مؤنسة طيب احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا وبقيت التدريبات وبقيت اشكال التدريبات هتلاقوها في ملف البيدي اف الخاص بالمدرسة وان شاء الله هنحط في الديسكريبشن بتاع الفيديو هحط اختبار ونشوف هنحله ازاي شكرا يا اصدقائي وان شاء الله إلى اللقاء في فيديو اخر بإذن الله